السلام عليكم باب الطلاب الصف الخامس درسنا اليوم من التربية الإسلامية أخذنا في الدرس السابق سورة الملك قريناها وآيات الحفظ قلنا من الآية الأولى لحد الآية السادسة وبينا معاني الكلمات الداخلة بالحفظ من تبارك الحد رجوم للشياطين هنا عدنا صفحة ستة وصفحة سبعة هنا المعنى العام باب هنا كل آية هنا وشرحها جواه لدينا مثل بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير هذا هنا شرحها هناك كل آية وجواها شرحها كل آية وجواها شرحها موجود احنا أهم ما موجود بالمعنى العام وبالشرح هو موجود بأسئلة المناقشة لأن أغلب الأسئلة على سؤال الشرح سؤال شرح الآيات هو موجود من خلال المناقشة سواء بصف الخامس أو بصف السادس ستجد الأسئلة من خلال أسئلة المناقشة اللي هي أهم ما موجود بالدرس هنا عدنا الآية الأولى تبارك الذي بيده الملك بما سميت نحل هذه المناقشة باب أسئلة المناقشة صفحة ثمانية أنا أهم حالها لكم ومراجعتكم تبارك الذي بيده الملك بما سميت هذه السورة ولماذا أنا أهم أشرحها لكم هنا عباب تلقون هي نفسه هنا أنا أهمه هنا أنا جوابها تقول سميت هذه السورة بسورة الملك لأنها تعرفنا أن السماء والشمس والقمر والإنسان والحيوان وما يحدث في العالم من المطر والعواصف وغير ذلك كله ملك الله يسيره بقدرته ورحمته وأنه على كل شيء قدير وأن الله تعالى كثير الخير والبركة جوابها هو هذا لماذا سميت أو بما سميت سورة الملك بهذا الاسم هو جوابها هنا نجي نحل المناقشة النقطة الثانية من المناقشة لماذا خلق الله الموت والحياة هنا بابا تلقون جوابها هنا هم بالنقطة الثانية هنا شوفونا الآية الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن وعمله ليبلوكم معناتها ليختبركم أيكم أحسن وعمله هو العزيز الغفور هنا تلقون جوابها تقول ليختبر الناس خلق الموت والحياة لماذا الله خلق الموت والحياة ليختبر الناس ويرى أيهما يطيعه فهو صاحب العمل الحسن وأيهما يعصيه فهو سيء العمل فيجزي كل إنسان بعمله هنا عندنا النقطة الثالثة من المناقشة حين ترفع عينيك إلى السماء ماذا تجد حين ترفع عينيك إلى السماء بابا تقول جواب هنا تقول إن الله بقدرته خلقه كم سماوات سبع سماوات طباقة خلق الله سبحانه وتعالى سبع سماوات طباقة بقدرته بعضها فوق بعضها فوق بعض ليس فيها نقص أو قصور إنها كاملة في نظامها هنا النقطة الرابعة ما هي مصابيح السماء وما فائدتها ما هي مصابيح السماء وما فائدتها تجدونها بابا هنا جواب تقول مصابيح السماء هي الكواكب والنجوم التي تشبه المصابيح فتتزين السماء بضيائها ويستدلوا ويستدلوا بها هنا لدينا نقطة الخامسة هل ترى نقصا في السماء؟ هل ترى نقصا في السماء؟ وعلى ماذا يدل ذلك؟ بابا تقول جواب هنا نقطة الخامسة هنا المناقشة نقول إن الإنسان إن الإنسان مهما فكر ونظر مرات عديدة في هذه السماوات لا يستطيع أن يجد أي نقص في خلق السماوات ولا يستطيع أن يرى نهايتها وذلك دليل على عظمة الله وقدرته نعدنا نقطة السادسة لماذا خلق الله تعالى جهنم؟ لماذا خلق الله تعالى جهنم؟ بابا تلقون جواب هنا نقول خلق الله تعالى جهنم ليلقي فيها الكافرون جماعة بعد جماعة فيسألهم الملائكة الموكلون بالعذاب الموكلون بالعذاب لماذا كفرتم بالله؟ ألم يأتكم الرسل والأنبياء الذين حذروكم من هذا العذاب؟ فيحترف الكفار بذنوبهم ويقولون ما كنا نفكر تفكيرا صحيحا ولو فهمنا واتبعنا قول الأنبياء عليهما السلام ما وقعنا في هذا العذاب الشديد نعدنا النقطة السابعة ما مصير المؤمنين؟ شين مصير المؤمنين؟ الذين آمنوا في الدنيا ما مصير المؤمنين؟ نقول المؤمنون الذين يخافون الله المؤمنون الذين يخافون الله تعالى ولا يحصونه بالغيب فلهم العفو والمغفرة من الله تعالى ولهم الجنة والنعيم الكبير نجي النقطة الثامنة نقول هل يمكن للإنسان أن يخفي شيئا عن الله تعالى؟ بابا ها جوابها معروف أكو واحد يخفي شيئا عن الله سبحانه وتعالى؟ نقول كلا لأن الله تعالى هو علام الغيوب ولا يستطيع لا يستطيع الإنسان أن يخفي أي شيئا عن الله سبحانه وتعالى بابا هذا أهم ما موجود بالمناقشة أو أسئلة المناقشة الواجبكم أن تحلون أن تحفظون أجوبة المناقشة التي توني حليتها لكم الموجودة هي من خلال المعنى العام من خلال تقرأ المعنى العام تلقى أجوبة المناقشة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته